ايا كانت بيئة العمل اللي احنا بنشتغل فيها بتأثر على مستوى الحركة اللي بنتحركه لو احنا قاعدين على مكاتب قاعدة المكتب بتعمل مشاكل فلازم على الاقل كل ساعة نقوم نتحرك كام دقيقة فيه تمارين ممكن نعملها واحنا قاعدين على مكاتبنا نحاول ندخل الحركة والمشي فيه خارج اوقات العمل بحيث ان احنا نتلافى الاثار السلبية لبيئات العمل كمان بيئة العمل خاصة الناس اللي بتشتغل في مصانع مثلا الدوشة الدوضاء الكلام ده كله هل فيه سماعات مثلا عازلة للصوت ارتديها لفترة من الزمن بحيث ان انا يعني ما ارهقش عصبيا من الاصوات اللي بسمعها ومن الدوشة هل فيه الناس اللي بتشتغل عمال او مهندسين هل فيه حاجات معينة ممكن البسها يقلل من الابخرة والادخنة والحاجات اللي انا بشمها طبعا الناس طبعا اللي بتشرب سجاير يعني ربنا يعفو عنهم بصراحة لان ده ابتلاء انا شايفة اللي بيشرب سجاير ده انسان مبتلاء وانا شفت تأثير السجاير على ناس انا بحبها وازاي انها بوزت صحتهم لدرجة انها وصلتهم انهم بقوا ناس مقعدين فنفكر ايه الاكل اللي احنا بنكله ايه الحركة اللي احنا مفروض نتحركها وازاي نزود الحركة شوية شوية هل فيه مثلا مكان بعيد ممكن اروح ومشي وارجعو هل مثلا ممكن اركن عربيتي بعيد شوية وامشي المسافة دي هل ممكن اطلع السلم مثلا اخلي اخر دورين مثلا في الاسنسور اطلع بذري دورين واطلع السلم افكر في طرق بسيطة اني ازود حركتي على مدار اليوم النقطة التالتة برضو في الصحة الجسدية اني اشوف وحلل المخاطر المهنية والصحية ومعايير السلامة والامن الصناعي في المكان اللي انا فيه او في المكتب اللي انا فيه واشوف ده بينعكس ازاي على صحتي وايه الحلول اللي ممكن تمكنني اني اقلل هذه التأثيرات على صحتي وطبعا مش هيكون كلامنا عن الصحة الجسدية مكتمل لو لم نتطرق للنوم وانا واحدة من الناس كنت بعاني من الانسوميا لوقت طويل واحيانا بعاني منها ودايما دايما بدور على وسائل وطرق تخليني انام احسن ويكون مرتاحة في نومي وااخد قسط كافي من النوم برضو كل واحد فينا يقيم نومه بينام قد ايه جودة النوم ده شكلها ايه بينام امتى لأ كل ما نتأخر في النوم قوي كل ما عاكسنا ساعتنا البيولوجية فنحاول ان احنا نزبط موعيد نومنا بحيث ان احنا ناخد قسط كافي ومريح من النوم ترجمة نانسي قنقر